هلأ الستاند أب كوميديان طلال الشيخي اللي رح نشوفه بالبرنامج صار معنا على سكايب لنعرف منه أكتر عن البرنامج مرحبا أهلا وسهلا إيسان كيف الحال كيف أمورك بهذه الظروف العمل مرفية الله إن شاء الله تعد على خير عاد الأزمة إن شاء الله يعرف إن شاء الله خبرنا أكتر شوي عن فكرة البرنامج يعني أنتوا أساسا مع نادي جدا للكوميديا وبتقدموا عروض ستاند أب كوميديا بالسعودية كيف طلعت الفكرة وكيف تفقتوا أنتوا أم بي سي أن تصير على التليفزيون هي كتجربة فن الستاند أب أول مرة على شاشة أم بي سي وهذا شيء يعني فرصة تعتبر عظيمة لنا كفنانين في فن الستاند أب أعتقد إن شاء الله أنه هذا الفن راح يوصن لأنه في مواهد كثير يعني ممكن من ستة نوعات تتغالين على هذا الفن لأنه جديد ولكن الآن وصلنا للمرحلة وصلنا فيها إن شاء الله أنهم محترفين وهذه التجربة أولا وأتمنى إن شاء الله تنجح إن شاء الله حالو طلال 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 هلين هل كيفك؟ أنا أحزن أحزن طلال ما هي المواضيع التي ستناولها في السكتشيز التي سنرى في البرنامج؟ هي مواضيع فن الستاند أب هي يعني النقطة الهدف منها الضحكة في مواضيع لكل محترف يتكلم عن قصة مثلا أو يتكلم عن مواقف عامة صارت معا وينتقدها بشكل كوميدي على كل شخص وكل فنان له طريقة في السكتشيز هي متيريال وكتابة نقطة وتنعرض على المطلح كفن الستاند أب إن شاء الله أنه متقبلاً راح يطلع لنا كتاب راح يطلع لنا مخرجين راح يطلع لنا فنانين ممثلين طبعاً الستاند أب نفسه هو فن قديم يعني في أمريكا في كل الدول الآن ولكن إحنا بدأ عندنا جديد ولكن إن شاء الله نستطبله وبكرة تجربة إن شاء الله على الصناة البي سي راح إن شاء الله تعدل سيدي حلو حلو كثير نحنا كثير متحمسين أن نشوفه وأنا أطلب منك طلب يعني نحنا عارفين أن هذه العروض يبغى لها جمهور عشان أنت تقدم العرض يعني أنت اليوم تخيل أنه عندك ثلاثة من الجمهور طبعاً الجمهور قاعدين يشوفوك كمان ونبغاك شوية يعني تعطينا سكاتش يكون كوميدي سريع دخلنا في الكورونا قاعدة تلبيت إن شاء الله قاعدة تصير قلنا 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 اطلب شي كرياتيب قلنا والله هو شوف هو صعب أنك تطلع على المسرح تقول نقطة والناس لايب لأنه تصير مواقف كثيرة مع الستاندو كوميدي زي أنا مثلا دائما في بعض المرات أقول نقطة وما أحد يضحك ما عندك الحين شي تقولنا ييا عن قاعدة البيت عن الكورونا الأشياء اللي قاعدة تصير ما طلع معك شي اعتبرنا نحن جمهورة ها؟ والله الآن إحنا ما ندري الولد الصيني اللي أكل الخباش يعني ما عدري أنا هو ليش ما يطلق أمامه بس يطلق تحته ويطلق فوق حترات والذي يويل وكنا ندمرنا كلنا ولكن إن شاء الله راح تعدي الأزمة هذه ما نطلع منها متان كلنا إن شاء الله راح تعدي إن شاء الله طلال بكل أحوالي عن جد شكراً كتير لألك يعني كنت معنا اليوم نحن عن جد بحاجة لجرعة كوميديا بهاي الفترة نتمنى لك كل التوفيق شكراً شكراً لكم يعطيكم أفعاد شكراً